السلام عليكم ومرحبا بكم معي نبدأ بالصلاة والسلام على النبي محمد عليه الف صلاة والسلام اليوم بإذن الله حبيت نوجد المعجون تعتينا لهذا المعجون دقوا نقولكم واش لازمنا هنا عندي زوج كيلو تعتينا باش نديرو المعجون تعتينا لازمنا تكون شوية خشينا هكو تشوفو تكون كبيرة القشرة التحت تكون خشينا جميلة تكون هذه القشرة التحت تكون رقيقة لازم تكون خشينا حاجة الأولى واش ندرونها نغصرها بالطبع بينسخ ونبعد نسكرفجوها السكرفاج ماشي في الكبير ماشي في هذا الكبير في هذا الصغير هكذا نسكرفجوها ما تتقطعش بالموسة بس لو كانت تقطع بالموسة نحيولها قشرة كبيرة وخشينا حتى هكذا نجد المعجون لا بس كبير ماشي في غدوة انشاء الله تربيه نرفضه لصحي ومشه في همسكورفجو ينخبه بسكوين وكيكوين او خبز الدار تعال قهوة او نسحق هذه القشور تأتينا لاني سكرفشته هنا عندي زود كيلو تأتينا سكرفشتهم كما قلت لكم درق واش ندير لازم نديرهم في الماء امبيتهم تينا نضعها بالوحدة داخل في الماء هاكتا اهلا ونخليها الداخل في الماء واش ندير عندي اغطيوة لازم تكون تقيلة او تبسي تقيلة هاكتا ندير فوقهم باش يغطسوا ملاح هذه كتنات تغطس ملاح الداخل اعلش نبيتها في الماء نبيتها في الماء باش نحيلها شوية الله ما يختيومي عندي عندها واحدة المرورية شوية هاتيك لازم تتنحها باش يجيكم باش كيندلوا المعجون ويجيكم باش يجب كيندلوا لا يكون هذه المرورية شوية كي نكلوها مع الماء شوية ملاحظة كيف نبيتها 24 ساعة نضرها في الماء غضوة إلى اكتب ربي وحيانة ربي ان شاء الله نكملوا العملية ونبقى المعجون هنا نقوم بتشينا خليتها باتت هكذا يا كل ما راكوا تشوفوا فيها خليتها باتت لدخل في الماء دو كنصفيلها الماء ندلها الماء ملقيقي باش ندلها تغلي فوق الفرن شوفوا كين حبات عندي كبار على واحد اخرين على بالي بالي صغار يطيبوا قبل من الكبار نعسهم انا نبكيهم بالموس الى لطبكي اللولة صاجق صغار طيبوا اللولين نحيهم هما ونخلي زيدوا عشرة دقائق كلها الاخرين فسكوا شوفوا هادي كبيرة بزاف الله يبرقوا جهي يا بما يشتبلكم اللحم يحمقوا جهي يا وهادي يا شوية صغيرة ها كنت شوفوا دون كل واحدة كيفاش عندي ثلاثة كبار وثلاثة صغار هادي اياتو كنبدأ صغار قطلكم غير يطيبوا نحيهم نبكي الموس الى تخل الموس فاصل ما تخليهم ش حتى يطيحوا بس كنا سنقطحوا مبراج يفو باك يطيحوا لكم كامل يعني يكونوا شلشة بنروحوا مز ايام بلوس يزيدوا يطيبوا الداخل في السيغو شوفوا انا ساعة نغلي الشامحوني نغلي تينا ساعة نفورها نقطحها ونقطحها على الزوج ونضيحها تفور في الكسكاس اليوم اني رايحن نغليها دونك نضيحها فوق الفرن وتغلي هنا تشينا راهي ولا تطريا نحيتها مطنجرة صفيتها ونحيتها الحبة تشغل سبق فيهم والولانيين قطعتهم شوفوا تنحيوا شوية هذا اللي مننا وتزيدوا شوية اللي مننا هكدا ونبعد انقطع هكدا دي مقلبوها هكدا لقفها باش قطعوها جامد قطعوها هكدا هكدا هدي نضيحها على ثلاثة ماذا ماذا بكم ادروا مستع من الشار هو ليقطع لكم مليح ها هم البراجت نحيق ادك اللي بيض اللي فيه هكدا وانا مقعد ليش حاجة كبيرة هكدا هيا ونكمل نقطع كامل هادو ما كما قلنا نحيق الراس القطمير الفوقاني هكدا ونزيده لتحتاني ونقسمها بوضوك نكملهم وش حا نقول لكم دو كان دير الطنيجرة باش ندير سيرو ندير المعجون تعتينا عندي هنا يا قطلكم درزوج كيلو تعتينا انا في كل كيلو تعتينا ندير 800 قرام تعالسكر حنا يكبرنا وسيقت ونقول لكم حاجة ان المعجون تعتينا يعني هو المعجون مفضل عندي خلم المعجين كامل نموت عليه دونك على باقي بلاينا لازم بربي ان شاء الله هنا كل منو ما لازمش يكون حلو بزاد انتو ما تقدروا 900 قرام كيلو ما نصحكم شو بيا بس كو ديكم حلوة بزاد تقدروا 900 قرام انا ندير اعودو بلاهم كلمة انا ندير 800 قرام تعالسكر ما انتو تقدروا 900 قرام تعالسكر في 900 قرام تعالسكر ندير 5-3 قرام تعالسكر ما انتو تقدر المعجينة لان يدير 1.5 قرام تعالسكر في كيلو تعالسكر إذا استطيع تغذي كيلو ندير 3 قرام تعالسكر وندير 800 و800 سا في كيلو و 600 قرام تعالسكر دونكاتيك نبدأ دونك ندير السروق الولاني قطعتها على أربعة و نضيف السكر في الماء نضيف السكر يدوب نضيف السيرو حوالي خلطه كليلا يلصق السكر و نضيف السيرو يبدأ قريبا يلصق السيرو لأنه مليح سوف تدخلها على السيرو نضيف السيرو لكي لا يمكن كما القرص يجب أن تفعله يجب أن يحجر لكم يعني كيكو السكر يتحجر ومليح ثانية حتى في البنة مع الشينا من بعد مغلدي أو يغليبيا هنا نفعل البراج مع الشينا نبدأ في البراج الخشان المنزل ومن فوق نضيف المنزل ومن فوق نضيف المنزل نضيف المنزل لتنظيف المنزل ومن فوق كنت تقوم ببسكي ولم نرميدي ونكلم هذه هي تغلي دقنا ونظيف المنزل تغلي ومن خلال ساعة أو ساعة نصفي هذه الرغوة وكما قلنا نصف هذه الرغوة يجب أن يصبح أصبح مليحة لديها من الكنسان الطريق نرى الهضاى من غير فرارة مي يفعل في الصفرة نضيف عن الان والان صفرة ثم نضيفه بكم ونضيفه 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 قبل ان نصفح الى المعجون نفهمكم لا اعلمكم ونصف مع محببكم ونصفكم ونضيفه الله الله وكي حطوه وجهو محمر دكا نفهمكم ح المعجون كتاب هذا هو المعجون تعنا راه وجد كما راكو تشوفو لون وشباب او جاي كيس فرجل اكو تشوفو تال منطاب يعني شباب وطاب كما قولو في وقتو ما مخلطوش حتى انك حالو لا اكو تشوفو لون تعو الشباب كما قولو كم راهو كيس فرجل وهذا يتبعو ان شاء الله الوصفة تعي خطوة بخطوة ها هو كله هنا ينريه لكم شوفو الله يبارك كيفاش جاهايل وعلا هاكذا وعلا هاكذا اكو تشوفو هاوك جاهايل داخل وعلا منشدة من يحبك هذا هو ولون سيغطو وانا ما كدبش عليكم انا نشوف الكتاب لللون تعال المعجون ونصيغو وما هوش تقيل 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 وما هوش خفيف كيما نزم الحال هادي هي و واشو نقول لكم والله اغرر انا انا يما يعني نقدر نقول لكم اه اه او سبيسياليست في المعجون شوفو عمرها متكيل الدير مع المعجون مع الفاكية مع السكر مع ديك شوية تعال الماء كل شي طيب علي اخترا ويطيب والله صدقوني دايغ الفاميلا قالي بالهم المعتم انتحه بالعام ليس يبسج عام كامل وكان نقول لكم الدكرة في القرية من عام الولد تينا دارة تينا و كرموس دارة تينا و من المعاجين نقوم بعمل من عام الولد لذلك نقول لكم من عام الولد نحن نجد أن نقول لكم بالكيل و ما حدرته بالحساب هذا لكي لا تخبروا ما حدرته السكر هذه هي الرصفة نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم منطلقة في وصفة أخرى بإذن الله معي نقول لكم في أمن الله و حفظه السلام عليكم